استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الوزير كاميرون سلم الرئيس السيسي خطابا من رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سونعك قدم خلاله التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات وفيما يتعلق بالمشهد الإقليمي وجه وزير الخارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدوري مصر والرئيس السيسي في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المصارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأهمية العمل على عدم توسع تائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم وأكد الرئيس السيسي ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجامعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين